هي فرصة للشاب عبد العزيز وصديقه في كل مناسبة عيد الأضحى يمتهن فيها بيع الحطب هذا الأخير الذي يشهد طلبا متزايدا من سكان ورغلا في مثل هذه المناسبة نتمهن هذا الحطب كهواية متاجرة فيها لإكتساب رزق الحلال وبمناسبة عيد كبير نتمهن للحطب موالفين حقا كما تلقانا كما هاك الخالطر حنا الشعب ورغلا تلقانا ديمة كما هاك الخالطر مش كما الأخرين الأخرين تلقا يدلك مقله وكنا مكاش منها هي اللي باي يأكل صح اللي حطب اللي باي يأكل الحمب صح زين يدير وفوق اللي حطب هذه حطب زيت نادلة تقريب كان لها هنا طراب الجزائر احنا نشوفه فيها منها كانتروح تدول منها ما تلقاش هو يحسب الطراب في تب عدد نوعية هذه هي أجواء يصنعها سكان ورغلا في اقتناء الحطب لعيد الأضحى إحياء للعادات والتقاليد المتوارثة عدنا الأجواء العائلية اللي هنا ديما يجونا في أيامة العيد هاكا يشيروا الحطب ويشيروا الفحم ونديروا القاعدات العائلية مع الولادة الصغار طيب واللحم يشيروا الحم مع بعضانا أجواء عائلية ما توصف لكش هنا في وليته ورغلا ديروا جلسات شواء على الحطب والفحم والناس رحا تسترزق كان يمضي في المماس كان يرى يبيع في الحطب المهم هذه العادات والتقاليد المتوارثة في وليته ورغلا خلق مثل هذه الأجواء في مناسبة عيد الأضحى دليل على التمسك بالعدات والتقاليد والحفاظ على الترابط العائلي ترجمة نانسي قنقر